إلى ذلك صلت تقرير لمجلة تايم الأمريكية الضواع على تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق مبينا أنه قد يشرع فعليا زواج الأطفال الفتيات وتطرق التقرير إلى وجود محاولات مختلفة من قبل الفصائل الإسلامية في البلاد لإلغاء أو تغيير القانون حتى تتمكن سلطات الدينية من ممارسة نفوذ أكبر على شؤون الأسرة وحسب المجلة فإن بعض الناشطين يشعرون بالقلق من أن القانون قد يشرع فعليا زواج الأطفال للفتيات المسلمات الشيعيات مؤكدة أنه حتى مع الحماية القانونية المعمول بها حاليا لا يزال زواج الأطفال منتشرا في العراق حيث تتزوج حوالي 28% من الفتيات قبل سن الثامن عشر عاما